اشتركوا في القناة 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 متحسس الكرسي متحسس الأطفال حياناً البعض يشتري سيارة تكون فيها حادث ومصلحة ولكن الإيرباق يعني القراج الذي يصلح السيارة ما رجع مصلح الإيرباق أو ما ركب سيستم الإيرباق بشكل صحيح ضروري يعني إصلاحه مرة أخرى أو البعض يقول لك لا أنه ما رح يصلحه لأنه ما رح يعمل بشكل صحيح منظومة الإيرباق ممكن إصلاحها بشكل سهل جداً استبدال الإيرباقات اللي موجودة واستبدال الحساسات اللي صار فيها الاستدام لا سمح الله مع استبدال الكنترول اللي هو وحدة السيطرة الخاصة بالإيرباق فقط وحدة السيطرة أو إعادة برمجة حتى البعض مهندس ما يشتري سيارة فيها حادث لأنه يقول لك الإيرباق منها طالع ولكن هو ممكن إصلاحها وتغييرها وتبديل أكيد طبعاً إذا يتصلح يرجع مثل ما كان ويشتغل بشكل صحيح نتمنى السلام إن شاء الله لجميع إن شاء الله يارب ما حد يحتاج إلى إيرباق في حياتي شكراً لك المهندس عماد المحمد ويخبير في تحليل النظم البرمجية وتطبيقات الهندسية الشهر الله يسلمك شكراً جزيلاً إذن نلقاكم ومشاهدين الكرام بعد الفاصل في برنامج البركة فيكم خلكم معنا